سيسر على درسالة الاناتومية سيسر مصنع الامر لتحصل في النهوة مع نهوة الانتومية مع نهوة الانتومية عمره 37 سنة ولدا تليها طفل عندي تخلف عغلي ونهوة الانتومية وعندو تاني تخلف عغلي وتخلف في النمو وعندو ميكروثفلي راسه سقير يعني راسه سقير شورت بالبيبرال فيشر و مجزيلة ريهاي بوبليزيا مجزيلة ضعيفة و صغيرة و أسين أبرلمب و الشفر العلوية ضعيفة دوري نحن نحمل حقها شدرانك بوز الكحولي بفراج و كافي كان بتشرب خمرة و قهوة ريجولر بانتظام و تشرب تشرب سجاير كل يوم متشوف زفالهم ايش السبب طبعا دي اسمها متلازمة تشرب الكحول الكحول الكحولي مجيشن بسبب الخمرة طفل مولود كامل كامل يستفرق بعد ساعة من الماء يستفرق بعد ساعة من السكين يستفرق بعد ساعة من السكين لا يزيد وزنه في السبعين الأول لا يوجد بسبب عمال لا يوجد بسبب اضع الحليب ليستفرق مش مجدودة. ايش هو التفسير عاد غالبا? غالبا انه منطقة اللي هي في ماتقة البيروريستية متضخمة. يعني ضيق متضيطة. فده اللي بيحصل لهم انهم ايش يستفرغوا بعض الرضاعة وما في لانا لست ما وصل البايل. بعدها ما يزيد وزنهم بعد الولادة. افورتيير اول درايبر في الاسليب كلوزد وان اوبن ويندو اونا كولد. واحد سائق عمر واربعين سنة. نام كده جمب شباك وكان في برد. درافتي نايت. ليلة برد. ويكب انزا مورن بسيحة الصباح. ويزالف سيطا. سايد سايد بزافيس. اموبايل. كفت الشيطان. الجزء الايسر من وجهه مش ما يتحرك. ما فيو اي تعابير. كفت الشيطان. موسيقى اللي هي في الجزء الايسر من جبهة اختفت. تجاعدات اختفت. انه ساعة من عين المزوط التجعيد التجعيد الثانج لم يتظهر ثمه ساعة من عين السيار الساعة من عين نزل نلتحل عين مزوط اليسار وإن لتظهر الثانج لا يمكن أن يضم صفائفه أو يصفر لا يمكن أن يصفر وستيل أو ينفو خدوده أو ينفو خدوده يظهر أنه موزه هو دير وقال إنه فمو ناشف مش هي طبيعته وإنه يستطيع أن يستطيع الناس بسعوبة كذا إنه يحس بطعم الأكل ما فقد الحسي للتزوق ليس كورونا دي لا تحية ثانية حاجة مشكلة في العصر السابع سؤال هنا فقدان التزوق في فمه الفقدان التزوق ده إيش سببه لا تكون كورونا إيش السبب؟ السبب إنه الكوردة تنبنى نيرب اللي هو جزء أو فرع من العصب السابع اللي عامل كل المشاكل ديه شلال العصب السابع وغالبا بلس بلسي وفرع منه هو الكوردة تنبنى نيرب ده اللي بدي التزوق للفم حسنا حسنا 60 year old construction worker was admitted to the hospital with severe shortness bracing راجل عمر 60 سنة وهو عامل بناء تنوم في المستشفى ودخل المستشفى with severe shortness bracing فدق نفس شديد ديزنية اللي هي shortness bracing and great difficulty in swallowing ما يكدري بلع السفاجة السفاجة ميكدري بلع the patient said he has suffered increased difficulty and been in swallowing for over 6 months وقال له 6 شهر نابدي بلع كويس وفي ألم he is a subsided on liquid diet بشرب بالسوائل كان and lost 30 pounds فقد وزنه 30 pounds الزبتم is blood tinged والبلغاب بتاعه فيه دم for the last few weeks his voice has become horse صوته بيقى تقيل كده horse x-ray examination to get revealed لمعمر صورة أشعة لسدرو ورت widening of the mistyestanem and the mistyestanem ده واتعريض and fluoroscopy shows عمل من زار وره في obstruction of the autofrogus في قفل انسيذات لل autofrogus the level of tracheal bifurcation في المنطقة اللي بتنقسف فيها البتراكية ايش تدينوز حقه cancer of the autofrogus سرطان المريء سرطان المريء سرطان المريء عمله ب destruction وانسيذات كانت في الخلف the hoarseness was due to the involvement of ليش طيب الصوت بتاعه متغير hoarseness of voice لانه للأسف حصل له left recurrent laryngeal nerve صاب left recurrent laryngeal nerve عشان كده اغير في الصوت بتاعه left recurrent laryngeal nerve طيب السؤال رغم تزحتاشر a 56 years old patient presented to the casualty as a taxicate راجل عمره 56 سنة كده بترنح مشيتو بترنح كأنه سكران بس هو مش سكران a taxicate ونوزيا وصيان برتايق ورأسه ضايق mastagmas عيون كده تروح تيجي في هزف العيون mastagmas يعني هزف العين a lower right sided facial palsy بس في الوجه في الجزء الايمن السفلي الايمن السفلي لما كشفوا عليهم لقوا انه هندو right sided facial loss of pain and temperature في ال right side بتاع الفاس ما بحث بالألم ما بحث بالحرارة وكمان ما بحث بالألم وحرارة من left upper and lower limb الجزء الايسر شوفوا من الفاء الوجه في اليمين اما في الأطراف left upper and lower limb زمص لايك كده نزق شوى اللي هي متلازمة right lateral bone time syndrome اللي هي right lateral ديلا زي كان right lateral bone time syndrome اللي فيها كل الأشابية جميل بريزنتد بيشان بريزنتد وزاري فيرد كلينيك with left sided hemiparesis مريض جاء للعياد المحولة عنده ضحف أو الشلل في الجزء اليسر همي بريزة همي بريزة يعني ما همي بليجة خففة يعني ضعفة upper motor left sided facial pulse كمان نفس الشي في الفيس في اللي مش زي اللي فاتت examination right eye was deviated to the right right eye بتعين على اليمين and has lost accommodation but showed normal consensual light reflex ما يحصل لها accommodation لكن ال consensual right reflex الطبيعي لما يضوفها لم بد تقمد so most like the nose is right side weber syndrome اللي هيدي ملا متلازمة اسمها right side weber syndrome كل اللي في الويبر syndrome كلهم يكون في المصابين في الجهة نفسها أوكي عنده left side hemiparesis left facial palsy كمتلزة أما في رايس طايد العين loss of accommodation consensual light reflex دي قال هي اسمها رايس طايد weber syndrome عزمة weber رجل اسم رجل عمره سبعة وستين سنة visit his family physician ده جلطة بالأسرة ويزا كنبلين سازاج ذات 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 is not able to think like i used to ما يقدر فكر زمان كنتو فكر زمان the extermination reveals that the man is not able to perform rapid alternating movement ما يقدر عمل مع الحركات اللي مثل السريعة alternating متغيرة with his left upper extremity بالأطراف العليوية and is not able to touch his left index finger to his nose because of a trimmer that worsen as the finger approach the nose عندو كمان ما يقدر المس أنفو بيصبعو لأنه عندو ركفة بتزيد لما يقرب من الأنف he is able to do this movement on the right في اليمين يقدر عملها في اليسر لا when he walk he is unsteady لما يمشي بيكون مترنح في المشياء with the tendency to fall with the left بيطيع على الجهة اليسار he has no sensor deficit اما من ناحية الحساس طبيعي جدا what should the following term is specifically designed like in ability to perform rapid alternating movement لما ما تقدر تعمل rapid alternating movement ايش بيقولوا لها يعني مثل ايدك تضرب على ايدك على قفى ايدك وعلى الامام سبونيشن وبرونيشن زي ما بنقول عليها يسموها ديستيادو كينيزيا ديستيادو كينيزيا حسنا an old man presented to the hospital with sign of pills palsy رجال جاء بعلامات انو عندو بلس بلسي اللي هو شلل في العصب السابع he was unable to close his right eye ما قدرك في العين واليمين وامر المفايد الموجود من مهضاء and his mouth was defeated to the left side وفمه مختف إلى اليسار with normal tears دموع عاديا taste sensation was anterior too ۶ to the trunk was also spared طبيعية التزوق which should the following represents the left side of this legion طيب وين يكون اللي جون ما قدريت to close his right eye والماوس مشى على اللف سايد. لكن الدموع طبيعية. والتزوق طبيعي. يبقى ايه? يبقى لازم يكون ده قبل ما يصل للجنوكوليت كانجليا. ديستلت الجنوكوليت كانجليا الفيشل نيرف حصل فيه لجون. ديستلت الجنوكوليت كانجليون. حصل فيه لجون في الفيشل نيرف. طيب امدي كمان ديستاني.